لنترك هذا الموضوع وننتقل إلى الآثار السلبية لنظرية الإمامة على الوحدة الإسلامية والألاقة بين السنة والشيعة التي أشرت إليها السيد مدير خباز يبسط الموضوع إلى درجة كبيرة حيث يقول أن الهدف من طرح موضوع الإمامة التعريف بمعتقدنا ومن حق كل مذهب أن يعرف معتقداته ويتغافل عن الموقف السلبي من الصحابة والشيخ الثلاثة الذين سبقوا الإمام علي في تبوء منصب الخلافة الذي هو هذا الموقف السلبي نتيجة لهذه العقيدة الافتراضية المغالية وطبعا هذه العقيدة نظرية الإمامة التي يتمسك بها ويدافع عنها سيد مدير خباز هي التي قال على أساسها من قال بردة الصحابة أو نفاقهم أو معاندتهم ومخالفتهم لوصية النبي للإمام علي في الإمامة يعني إذا تنثبتت أنه حديث الغدير كان في موضوع الإمامة طيب كل المسلمين المهاجرون والأنصار كلهم نسوا أو ارتدوا أو نافقوا أو عصوا النبي وما سمعوا الكلام النبي وقصالهم شهرين قبل كانوا مثلا بايعين الإمام علي على الأساس فهذا الكلام يعني ما يركب بالتاريخ إلا أن تقول يعني يؤدي إلى موقف سلبي فتجي بعدين أنت تقول لا هذا ما يأثر على الوحدة الإسلامية كيف ما يأثر على الوحدة الإسلامية؟ ما هذا ينسى في الوحدة الإسلامية والتأليف القصص الأسطورية عن إرغامهم الصحابة أرغموا الوام علي على باعة أبي بكر واقتحموا بيت الزهراء وكسر وظلحة وحرق وبابة دارها مما يؤدي إلى لعنهم والبراءة منهم ويقضي على أية إمكانية للوحدة الإسلامية وإشاعة روح الأخوة والمحبة بين المسلمين فأنت تأكد على نظرية سلبية خطيرة تهدد وتنسف الوحدة الإسلامية وتقول لا لا يوجد مشكلة كل واحدة حرى أن يبين عقيدته يعني شنو العقيدة شنو تحصل من الأذها كيف يمكن إقامة الوحدة بين من يؤمن بالنص على الإمام علي وأن الإمامة أصطم من أصول الدين أو المذهب مع باقي المسلمين كيف يمكن إقامة الوحدة مع باقي المسلمين الذين لا يعتقدون بذلك ألم يحفر الإيمان بنظرية الإمامة خندقا بين الشيعة الإمامية وباقي المسلمين ألم يكفر ألم يكفر الشيخ المفيد كل من لا يؤمن بالإمامة أو بواحد من الأهمة حتى لو كان مثل الإمام الغائب الذي لا دليل على ولادته وعلى وجوده ولم يظهر خلال 1200 سنة منذ أواصل القرن الثالث الهجري المفترض أن يولد فيه حتى الآن ألم يقل الخوئي بأن من لا يؤمن بالإمامة مسلم ظاهر في الدنيا وكافر في الواقع وفي الآخرة ويذب إلى النار شلون بعد أن سووا وحدة مع هؤلاء كل ذلك مبني على قراءة خاصة متطرفة لحديث الغدير والاعتقاد بوجود النص الصريح الإمام علي بالإمامة ويا ليتنا كنا قادرين على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وتسليم الخلافة لإمام علي أو اتباع الأئمة من ذريته الذين قضوا ومضوا قبل مئات السنين ولا أدري ماذا نستفيد من القول بأن الأئمة لهم صلاحية التشريع وأن الشيع الإمامي هو الذي يأخذ دينه من المعصوم ولا يوجد لدينا معصومون حاليا منذ 1200 سنة على قل حسب النظرية الإمامية ولماذا نأخذ ديننا من الفقهاء المراجع غير المعصومين اليوم فهذه النظرية وين تصبها وين تحطها وين شو تستفيد من الأذى يعني وما فائدة نظرية دينية أو سياسية غير قابلة للتطبيق ولا تفيدنا بشيء سوى تخريب علاقاتنا ببقية الشيعة من الزيدية المأمن بالإمامة أصلاً أو الإسماعيلية من يؤمنوا بالإمامة المساوية وبقية المسلمين الذين لا يؤمنون أساساً بنظرية الإمامة أو بالإثنى عشرية فيصبح بحث عقيم صار في وقتك وجهدك ووقت الناس وتلقي محاضرة وتكتب مقالة وتنشر وكذا ثم ماذا بعدين شنو تحصل بيدك يعني لقد كان من الأجدر والأجدى بطالب علم في الحوزة مثل السيد منير الخباز حفظه الله وبقية الطلبة والفقهاء والمراجع التنظير للنظام السياسي الصالح الذي يمكن تطبيقه اليوم في حياتنا المعاصرة وبحث الروح في حياة الأمة يعني النظام يكون حي فيبحث الروح في الأمة ودفعها للمشاركة السياسية واختيار الحكام ومحاسبتهم وتغييرهم بدلا من الدفاع المستميت عن نظرية مثالية خيالية تاريخية وهمية أسطورية لم تقم على آيات صريحة من القرآن الكريم ولا أحاديث نبوية واضحة وجلية ولا على تجربة تاريخية للإمام علي وبنيه عليهم السلام فشوفوا يعني هذا مثل بارز تلميذ مقدم من تلامتها السيد السستاني ما عرف السيد السستاني نفسه باحث الأمور أو لا عنده رأي في الموضوع أو لا تلامتها نفس الشيء يعني شنين دي يطلع من إنتاج من هاي الحوزة حوزة عايشة في التاريخ استحيق وبدون تفكير بأضرار النظريات الميتة المنقرضة على واقعنا وحياتنا المعاصرة ويدعون أنهم ألم وهم يعني يفتهمون زيان يضرون الشيعة أكثر ما ينفعوهم يضرون المسلمين أكثر ما ينفعوهم يمزقون الوحدة الإسلامية أكثر ما يدعون إلى الوحدة الحقيقية فبالحقيقة الحوزة الميتة والأبحاث العقيمة تدمر المجتمعات تدمر الشيعة كما أي معاهد مثلا متأخرة متخلفة خرافية تدمر مجتمعاتها نأمن إن شاء الله أن يستمع عنا سيد مدير الخباز ويفكر أكثر في بناء طروحات جديدة لحل مشاكلنا المعاصرة ومشكلة الاستبداد اليوم في العالم الإسلامي وفي البلاد الشيئية قبل البلاد الأخرى السنية مثلا أدنا مشكلة استبداد أدنا زعامات زعامات ديكتاتورية تحاول تحاول تفرض نفسها على المجتمع فهذا هو الشيء المفيد اللي نستخلص من دراستنا للأحاديث النبوية أو لسيرة الإمام علي وأهل البيت عليهم السلام والسلام عليكم ورحمه